مدير البنك الزراعي مدير البنك الزراعي مدير البنك الزراعي وبيعه وتصفيته أو تحويله إلى محفظة بس يدفع لفواتير التي تجمع الشركة على القطاع الخاصة يعني لا يستورد هود مدخلات ولا يستورد تقاوى ولا يمول وحدة اكسار البزور والتقاوى وما يعمل أي حاجة بس تبشي في شركة تجيب فاتورة بتاع التقاوي يدفع لهم طوالي تجيب فاتورة بتاع التنكتر يدفع طوالي تجيب فاتورة كده يدفع للمحفظة هو بس يدفع للشركات والشركات تضع أرباح كبيرة جدا جدا وده الإشكال الكبير البنك الزراعي ده باحتباره دولة باحتباره دولة يعني يمتلك من المخازن يمتلك من الأراضي يمتلك من الخبرات يمتلك من الكوادر حاجة ما تتخيل أنت فكانت داخل زمن الإنغاز كانت الحرب عليه الشعواء البنك الزراعي لحد ما مدير البنك الزراعي عمله حماية شخصية حراسة شخصية حتى معه في البيت لأنه هدد تحديد كبير ليه لأنه البنك الزراعي كان داير يستورد الآليات وده من غانونه يعني ويستورد المدخلات وده من غانونه يعني فتقاطعة المصالح بين القطاع الخاص القطاع الخاص داير يشيل أدريك مسأل بسيط الزراعة التعاقدية ونحن اتقدناها بشكل كبير جدا الزراعة التعاقدية اللي هي تيجي شركة العاغد مع المزارعين الأرض حقتها المزارعين وده الحاصر الآن وده الحاصر الآن والغنوات عملات دولة بتاعت الأرض والموظفين اللي بيديروا العملية دي كلها من إدارة المشروع للمفتشين لمهندسي الري كله ذابع للدولة بيجي صاحب الشركة دا بياخد التمويل باسم أراضي المزارعين داير من البنك الزراعي وبيجي بمويلة المزارعين داير وبيديهم أزعار متدنية جدا جدا وهو قاعد برا فأنا قلت لهم يا جماعة إذا إحنا مصيرين على المضي قدما في الزراعة التعاغدية يجب أن نحمل هذه الشركات البتعاغد مع المزارعين نفقات تطهير التراع لا يجب أن يكون في شغل هل ده بنية تحتية جاهزة فلو كان هم أسسوا مشاريع بدعاغد مع المزارعين لا في المشكلة لكن كونك تلقى بنية تحتية جاهزة مشروع كامل متكامل وتجي تستعبد المزارع في أرضه يعني الآن ديك مسأل بسيط الآن قنطار قطن شركات تعاوضية كامل متكامل بثلاثة ألف ونص لما إتبعت الأزعار الآن الدول بأربع ألف أو أربع ألف وربعمية وفي السوق الحر قنطار بخمسة ألف وثبنمية طيبة لحياة طيبة ترجمة نانسي قنقر